اشتركوا في القناة لدعم السلام وقالت وكيل الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلوف في تنوير لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة إن الوضع السيء في السودان يحتاج إلى دعم حقيقي بطريقة عاجلة وأشرت إلى أن البعثة المرتقبة سيكون هدفها استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح وأضافت أن البعثة ستوفر استجابة فعالة للاحتياجات المتمثلة في دعم تحقيق المعايير السياسية الواردة في الإعلان الدستوري ودعم تنفيذ اتفاقيات السلام في المناطق المتأثرة بالصراع ودعم بناء السلام بقيادة وطنية وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان والسيادة القانون وتسهيل الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تضع السودان على طريق التنمية المستدامة وأبدى منذوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي تأييد بلاده لطلب حكومة السودان بإنشاء بعثة جديدة للأمم المتحدة وأشار إلى أن البعثة ستدعم حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وستعمل على تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد خاصة في المناطق المتضررة من نزاع المسلح ترجمة نانسي قنقر